القناة الوسيقية الجديدة بالمناسبة وده بنضمني بقى الحاجات اللي عجبتني قوي عاملة حاجة حلوة ايه هي تخليد خد بالك بقى تخليد للقوة الناعمة المصرية فعملين فيلم عن حياة الروائي الراحل الكبير لأستاذ صالح مرسي طبعا حضراتكم عارفين كويس جدا لأستاذ صالح مرسي بالمناسبة لأستاذ صالح مرسي مش بس كتب فيه أدب أو روايات من ملفات المخابرات العامة المصرية وملفات المخابرات بتاعتنا دي تحمل والله العظيم ثلاثة والله العظيم ثلاثة ما هيش مجرد قصص وحكايات والله العظيم ملاحم بالمعنى الحرفي ملاحم تخليك تتخض لدرجة انك مش قادر تصدق وأنت تعلم أنها وثائق حقيقية وأحداث حقيقية انت حاسس انه ايه الخيال ده اطلق خيالك لأبعد والله العظيم ده جد لأبعد من أفلام جيمس بوند طيب بس الأستاذ صالح ما كتفاش بكتب يعني أنا عايزكم تفتكروا زمان أه أستاذ صالح كتب على قدب البحر وأظن أصيام صيام كان كتبها الأستاذ صالح مرسي لو أنا فكر صح صيام صيام تاعت أستاذ يحلى الفخراني وفيه أجيال طبعا ما تفتكرهاش ودي كانت إخراج الأستاذ فاضل فصالح مرسي مع حفظ اللقب والحب والتأدير صالح مرسي كان واحد من أهم كتاب الدراما المصرية واحد من أهم الكتاب الذين نقلوا أو اقتبسوا أو فصلوا دراميا وسينمائيا بعض من بطولاتنا الملحمية من ملفات المخابرات العامة المصرية الجيد في الموضوع أنه نحن في الوثائقية نخلد قوانا الناعمة